كشف مسؤول في مكتب رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني عن أهم الأولويات والمهام الواجب تنفيذها في سنجار وأكد المسؤول أن قضاء سنجار وجرف الصخر يخضعان لحسابات إقليمية في الوقت الذي تعمل خلاله حكومة سوداني ما بوسعها على تنفيذ برنامجها الحكومي الخاص بتلك المناطق تمهيدا لإطلاق حملات الإعمار وإعادة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية تهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإطار التنسيقي المكون من الأحزاب الشيعية بالتنصل وأهمال يبدو متعمدا لتطبيق هذا الاتفاق بما يسمح للمسلحين بالاستمرار في ممارسة النشاطات العسكرية الضارة بالمدينة والوضع العام بمحافظة نواء وأقليم كردستان